مرحبا بكم من جديد الشيخ راشد الغنوشي يعيش في فترة صعيبة إلا يمات والسبب هو البجي قاية السبسي الشيخ الغنوشي لازم يلقى الحل قبل ما يفوت الفوت حول ولا قوة إلا بالله فين كان متخب بهذا يا ربي آموا رأسي شيخ لن يمروا وتوى نوريك يا باجي راشد أشي نجم يعمل ألو ألو جيتك بشنا بالله أنقذني من هالمصيبة أراني توق رابت جمعتين والنوم ما حبش جيني في جرتو أنا موجود وحباب الشيخ ما ينام ما تخاف يا شيخ إشكيلي بعد عمري الباجي يا شيخ الباجي ما شيرش أحروحه للرئاسة آه شوف لي حل رأني وحلت وملقيت ما نعمل وزادها وجاء هو للول في الصنداش وقلت ما نصرح بحتى كل ماء حتى نشاورك والله بضحكن يا شيخ ما أتخاف ما أتخاف الحقيرة كلها تحت أمرك زي العاب ثواني وبرجعلك تعالي يا فيصل تعالي نعم يا سمو الأمير أنا رهن إشارتك اعمل حصة في اللي تجال معاكس وقول فيه إنه الباجي ما يصلح إنه يكون رئيس لتونس أنا ما أعرفك بتحب المواضع اللي فيه تشعير النار تعال سمع الشيخ راشد عينه من الكلام اللي رح تقوله في البرنامج مرحبا سمو الشيخ راشد مرحبا بيك يا فيصل هل يمثل الباجي شاطئ النجاة للتونسيين؟ لا أظن ذلك فعمره البيولوجي لا يمكنه من قيادة تونس إلى الأحسن؟ آه 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 جميلة نيجا تاريخ الباجي معروف لدى القاصي والداني وترشحه للرياسة سيعمق جراح التونسيين هذا ما قاله مئة في المئة من الشعب التونسي في آخر سابريا راي في تونس الذي قام به الزرقوني شو هالجمال وهي الكلام هذا؟ هذا هو الإعلام الحلو والله خروج النهضة من الحكم ودخول الباجي للرياسة ستنجر عنها متاعب اقتصادية وغياب التنمية الذي لا يقدر عليها سوى الشيخ المفدى راشد الغنوشي الذي أثمة قدرة كبيرة في توحيد صفوف التونسيين ما... يا فيصل بره يرحم والدك نحبك هكيا في البرنامج مجحي يا بوسي الشيخ خليني نمشي نفرح الجماعاء باي باي يا باجي ها 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 ها